أيها المشاهدون الكرام حديثنا اليوم عن نعمة كبرى التي غافل عنها الكثير وغابت عن من ينعم فيها ولا يعرفها إلا من فقدها وضعفت عنده فشق عليه ضعفها بها يدرك المرء كل ما يقال حوله وبفقدها ينقضع ويغيب عن الناس ووحاضر بينهم إنها حاسة السمع اعلموا أيها الأحبة أن السمع طريق العلم وهو مدخل من المداخل القلب ومن يفقد السمع أسوأ من الذي يفقد البصر لأن من ولد أصم فإنه لا يستطيع الكلام ولا التعلم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى السمع في القرآن الكريم مرارا وإذا تأملت في جميع الآيات التي تحدثت عن السمع والبصر ستيد السمع مقدما على البصر إلا في آية واحدة فقد ولأهمية السمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه في دعائه حين يدعو بالعافية فيا أحباب الكرام فكما أن الله أنعم علي وعليك بهذه النعمة العظيمة فعلينا أن نقدرها ونستعملها فيما يجوز لنا لأن الإنسان سيسأل عنها يوم القيامة وعن جميع الجوارح والحواس فيما استعملها وفي أي مجال استخدمها ومن خلال هذه النعمة ترتبط الرغبة المرء في الاستماع للموسيقى فنرى كثير من المسلمين يحبها ويعشقها ولكنهم لا يعرفون أنه تخلق المشاعر السلبية وتعززها زيادة على التأثير السلبي على الأقل والأعصاب لأن استماع الموسيقى تعمل على زيادة ذبذبات دماغ الإنسان وتقوم بتدمير المعلومات الموجودة بالدماغ وتؤثر أيضا على خلايا الذاكرة المؤقتة سلبا مع مرور الزمن في الغالب أنك لا تقدر نعمة السمع أيها المستمع للموسيقى ولكن لو سألت من فقده لا عرفت وكما قيل لا يقدر الشيء إلا فاقده فكم من الناس من ينكر هذه النعمة العظيمة ولا يقدرها قدرها ولو سألناه هل تبيع سمعك؟ وكم تريد بدلا عنه؟ نعم ماذا لو توقفت الأذن عن السمع وذهب عنك تضيج النهار وأصوات الناس وكل ما يحدث في الدنيا ولا يمكن أن يسمع أو يستفيد لأنه فقد نعمة السمع تذكر أن الأذن لا تنام أبدا حتى وأنت نائم تنام جميع أعضائك سوى الأذن فمثلا لو حدث صوت بجانبك وأنت نائم فتستيقظ من نومك مباشرة فيا أحباب الكرام لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسماع إلى القرآن الكريم ومع التكرار يترتب على ذلك الإدراك والفهم والقبول وإجابة لداء الله تعالى ومن يسمع ولا يستجئفه في مقام من لا يسمع أصلا كما وصف الله حال المعرضين عن آياته في كتابه الكريم نسأل الله تعالى أن يحفظ سمعنا ويجعلنا من الذين يقدرون النعم ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن صلو الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر